اشتركوا في القناة وتقع بكل دور شقتان متقابلتان المهم أن الدور الأخير التاسع لم يكن به سوى شقة أعرف أصحابها ويا عائلة كريمة سافرت إلى الكويت منذ فترة طويلة ولا أتذكر حضورها لمصر منذ أكثر من خمس سنوات أما الشقة المقابلة فكانت مغلقة منذ أن وعيت على الدنيا والغريب أن أحدا لم يحكي عنها قصة مشابهة للأخرى فأحيانا أسمع أنه كان يقتنها كائن يهودي غريب الأطوار وأحيانا أخرى حكى لبواب المنزل أنها سكنت لليلة واحدة من عروسين ثم اختفوا فجأة بعد ذلك وهناك بعض المحلات في الشارع والتي عاصرت بناء المنزل يؤكد أصحابها أن الشقة لم تسكن نهائيا منذ بنائه على أي حال تعودنا منذ الصغار أنا وشلة أصدقائي التي تسكن بنفس العمارة وكنا تقريبا في أعمار متقاربة على سماع مثل هذه القصص حتى أصبحت لا تعني شيئا بالنسبة لنا ولا تثير أي نوع من الغموض لمعظمنا حتى جاء ذلك اليوم كنا قد تعودنا على الخروج والصهر كمجموعة من الأصدقاء من نفس البيت أو الشارع لكن تصادف أن هذا اليوم لم يسهر أحد من نفس العمارة سواء أتذكر دخولي لمدخل العمارة فيما يقارب منتصف الليل المدخل هادئ وواسع ومضاء في الظروف العادية لكن ليلتها لاحظت العكس بررت ذلك بأي عطل كهربائي وارد حتى وصلت لمدخل المسعد فكان الظلام دامسا حاولت أن أتحسس موقع مفتاح الإضاءة بشكل عفوي وعندما قمت بضغطه أضيئة الأنوار كانت المفاجأة التي أذالتني امرأة رائعة الجمال في أواخر العقد الثالث ترتدي ملابس تدل على ذوق رفيع يتناغم مع عطر لا أعتقد أنه يمكن أن يخطر ببال إنسان كانت تقف أمام المسعد لم تستدعيه للنزول وأيضا لم تضئ أنوار السلم حتى إنها لم تنظر إلي فور قدومي قبل أن أتمالك نفسي وألقي عليها التحية التي خرجت بنبرة محملة بعشرات الأسئلة من أنت؟ لما تقفين في الظلام؟ لم أرك من قبل من زائري أو أقارب سكان العمارة بحكم نشأتي ومعرفتي بكل القاطنين بالمنزل أحسست مع كل هذه الأسئلة بضغط ذهني وتوتر شديد انتهى فجأة مع التفاتها إلي وردها التحية بنبرة أكثر من رائعة تحمل في طياتها ثقة لا محدودة وكأن الزمن قد توقف لفترة أو كأنها كانت بانتظاري مدت يدها برقة بالغة لتضغط على زر المسعد لم أتذكر قبلها أن دهني كان يعمل بسرعة تلك اللحظة فالمطلوب إجابات على أسئلة كثيرة وتبريرات لوضع غريب علاوة على تصور لرد فعل القادم والذي يحمل إعجاب الفجائي بها وصل المصعد بعد انتظار لوقت أحسست أنه لن ينتهي فالفضول والإثارة انتمج معا ليتحكم في مرور الوقت والإحساس بالزمن تفضلي قلتها بصوت أعلى من المعتاد ربما لأعطي لنفسي بعض الثقة تنهدت وتقدمت بخطوات هادئة لداخل المصعد أخلقت الأبواب وسألتها بشكل يبدو طبيعيا أي دور؟ لم ترد فأعدت عليها السؤال فالتفت بنظرة رقيقة لا تفضل أنت دفعني الفضول لأكرر السؤال بشكل آخر قبل السادس فنظرت إلي بنظرة تحمل الكثير من التحدي لا التاسع لا أتذكر أن الرقم تسعة قد أثر فيها قدر ما حدث في هذا الموقف فأنا أعلم جيدا عدم وجود أحد نهائي بالدور التاسع ولا يفترض أن تكون أحد أقارب الشقة التي أعرف أصحابها ولما هذا الوقت المتأخر وهل تكون في الشقة التي كان المصعد قد وصل للدور السادس حيث أسكن قررت فورا أن أنفذ ما خضر بذهني معتمدا على قدمي وبطء المصعد بدون تردد فتحت أبوابه لآخرها بشكل مبالغ فيه على نستغل الوقت الذي تقوم فيه هي بإغلاق الأبواب خصوصا الخارجي وهو مشغول من الحديد الثقيل بصعود السلم بسرعة حتى الدور التاسع بحيث أختبئ بجوار المصعد وأكتشف مقصدها بشكل محدد تأكدت من إغلاقها لأبواب المصعد وتحرك المصعد في نفس اللحظة التي انطلقت فيها على السلم بأقصى سرعة وقد كانت توقيت دقيقا جدا بحيث وصلت تقريبا بفارق ثوان قبل وصول المصعد أخذت ألتقط أنفاسي وأنا مختبئ بجانب المصعد في انتظار خروجها مرى الثوان ثقيلة تبعتها دقائق أصابني فيها الارتياب وأنا مختبئ حتى قررت فجأة أن أظهر أمام المصعد الذي لم تنفتح أبوابه من لحظة وصوله نظرت في المصعد فتحت الأبواب دخلت لم يكن هناك أحد تبخرت هل كنت أحلم؟ كنت أصاب بالجنون لولا أني تأكدت أنه واقع من رائحة العطر التي ما زالت تملأ المكان كانت مناقشات ومجادلات ساخنة بيني وبين شلة الأصدقاء البعض يصدق والبعض يكذب القصة من أساسها والبعض يتهكم باستثناء أحد الأصدقاء الذي افترض صدق الموضوع واستقر تحليله أن اللغز يكمن بالشقة المغلقة بالدور التاسع وأكمل ذلك بتصورات وتحليلات منطقية إلى حد ما فدفعتنا أنا وهو لوضع خطة لمحاولة اكتشاف الحقيقة جهزنا عدة يدوية بسيطة ووضعناها في صندوق البريد الموجود بمدخل العمارة على أن نخرج لنصارك عادتنا وعند عودتنا نأخذ تلك الأدوات ونتوجه للشقة المريبة بالدور التاسع حاولنا قدر الإمكان أن يكون موعد وصولنا هو منتصف الليل لربما صادفنا تلك السيدة مرة أخرى صارت الخطة بشكل سالس جدا حتى وصلنا أنا وصديقي إلى الدور التاسع وخرجنا من المصعد لنقف في الظلام أمام باب تلك الشقة سكون تام يحيط بالمكان مع إحساس بلفحة هواء لم نعرف مصدرها كما لم نعرف أيضا ما هي الخطوة التالية مر أكثر من عشر دقائق بدون وجود أي دواهر غير طبيعية بعدها بدأنا نشعر بالملال يتصرب إلينا مع إحساس أن القصة كلها هي ضرب من الخيال وانصرفنا كل إلى شقته على أن ننسى هذا الموضوع نهائيا مرت أكثر من خمسة أيام على المحاولة البوليسية الفاشلة وزد اقتناعي تدريجيا بأن الموضوع لم يكن إلا نوع من أنواع الهوس الوقتي ولم لا فقد يتخيل بعض الأشخاص في ظروف خاصة صورا مرئية أو أصواتا أو حتى روائح لكن بقي بداخلي إحساس كامن رافض لاحتبار أن ما حدث هو مجرد خيال كنس عداء جدا بحفل عشاء أقامه أصدقائي بمناسبة عيد ميلاد في الليلة السابقة لموعده ومع الكثير من الحوارات والمزاح المستمر تحول الحديث بشكل مفاجئ عن تلك الليلة والمحاولة الفاشلة التي قمنا بها كان التهكم هو السمة السائدة في الحوار حول ما حدث وتعالت الأصوات بشكل زائد من تعليقات أو حوارات جانبية متداخلة حتى لحظة انقطاع الكهرباء كان الظلام عاملا مساعدا بقوة على إطفاء جو من الرعب الكوميدي لأصدقائي خاصة مع إضاء مجموعة من الشموع لا أنكر أنني دمش معهم بشدة حتى كان ما حدث وأحسس بما لم أكن أتصور حدوثه نهائيا كنا نجلس على مائدة مستديرة كبيرة إضاءة الشموع أطفت جوا غامضا ومثيرا وفي تلك اللحظة ومع سماع دقات الساعة منتصف الليل تماما صادف أن توقفت بشكل مفاجئ للحظات أصوات الأصدقاء خمنت أنهم ربما توقفوا حيث إن اليوم يوافق عيد ميلادي بعد مرور الساعة الثانية عشرة لربما كانت هناك مفاجأة ما بانتظاري ولكن جاءت المفاجأة مخالفة تماما لتصوري لم يكن هذا الصمت بسبب أي شيء مما ذكرته ولم أعرف كما لم يعرف أي أحد من أصدقائي لماذا توقف الحديث فجأة وبدون مناسبة وفي تمام الثانية العاشرة مساء إلى أنني وفي هذه اللحظة بالتحديد كنت الوحيد الذي تلقى المفاجأة المذهلة يد تلامس كتفي بدون أدنى شك هي يد وكرد فعل تلقائي ومع تصوري أنها يد أحد الأصدقاء الجالسين بجواري حاولت أبعدها لم يكن هناك شيء فقط فراغ وتكررت المحاولة عدة مرات لا شيء ولكنني ما زلت متأكدا من وجود يد تلامس كتفي كيف لا وقد تحركت اليد لتربط برقة فوق رأسي لا مجال للشك هناك شيء غير عادي يحدث سكوت ظلام شيء ما يتحرك فوق رأسي لم أستطع أن أتحمل أكثر من ذلك قفزت واقفا أزحت المقعد بشكل فجائي وكأنه سيناريو مكتوب أضيء النور في تلك اللحظة تحديدا جلست مرة أخرى ألتقط أنفاسي نظرات شاردة تتبهدل في الخفاء بين الأصدقاء هناك شيء غريب حدث أو يحدث لكن لم يكن هناك من يمتلك الخيط لبداية الحديث إلى أن الأحداث أحيانا تدفع المشاهد للحديث عندما أضيئت الأنوار كانت الملاحظة التي لاحظها كل الحاضرين هي وجود مسحوق أحمر ناعم على كتفي ويتناثر بشكل مرتب فوق رأسي أنا فقط لماذا؟ ومن أين جاء؟ ومع عدم إخباري لأي أحد من الأصدقاء باليد التي أحسست بها في الظلام جاءت تبريراتهم لوجود ذلك المسحوق سطحي تماما لم أعر أهمية لحديثهم فقد كنت شاردا تماما أحاول بشتى الطرق أن أربط الأحداث أو أحاول أن أستنتج أي شيء يوضح الأمور ولكن ما هذا؟ أكاد أصاب بالجنون فالمسحوق عندما شممته له نفس رائحة العطر الذي لا ينسى لسيدة المصعد هنا أحسست أنني أنا بالتحديد طرف أساسي في قصة ما لكن ما هي؟ قررت أن أواجه ما يحدث بمفردي لا أنكر أنني كنت أشعر بخوف داخلي لكن إحساس الإثارة والوقائع التي تنصب كلها على كون أنا المقصود أو على الأقل ما يبدو كذلك كل هذا دفعني لاتخاذ خطوات حاسمة وفورية انصرفت مسرعا بمفردي بعد كلمات مجاملة سريعة للأصدقاء كان الذهني يعمل بحافز قوي بدون أي نوع من التخطيط وصلت سريعا إلى المنزل الساعة قاربت الواحدة صباحا كنت قد جهزت مفكا كبيرا من عدة السيارة أخذت المسعد إلى الدور التاسع مباشرة عندما خرجت كان كل ما يدور بذهني هو أن أضع حدا لتلك التساؤلات على الأقل لتبدو منطقية كانت الإضاءة خافتة إلى حد ما أمام الشقة المقصودة ولكن ماذا أفعل؟ والباب مغلق وأنا لم أتصور أن أحاول فتحه لم يطل تفكيري كثيرا فقد لمحت إضاءة ما تبرق بشكل مفاجئ من خلال العين السحرية المثبتة بوسط الباب أصابني الرعب من أين جاءت هذه الإضاءة؟ قررت أن أنتظر لبدع دقائق لأرى إن كان هذا البريق الذي حدث هو انعكاس لضوء خارجي ما هذا الذي أفكر به؟ فلم يكن هناك أي منفذ قريب يمكن أن تنعكس منه أي إضاءة ولم تدعني الأحداث لأستمر طويلا في التفكير فقد تكررت تلك الومضات بشكل متتال وتناقصت الفترات الزمنية بينها وأصبحت أكثر وضوحا أحسس في النهاية وكأن شخصا قد اقترب من خلف هذا الباب يحمل إضاءة مبهرة مسلطة كشعاع مركز من خلال العين السحرية تراجعت لخطوات إلى الخلف كان شعاع الضوء يرسم رمزا على الباب المقابل لم أستطع في البداية تحديده لأنه تحول بالتدريج إلى شكل دائري بدأت تظهر خلاله ملامح ما هذا الوجه الكريه؟ صورة بدأت معالمها تظهر على الباب المقابل لشخص ذي ملام حادة وذقن تبدو كأنها لأحد فلاسفة الإغريق كنت في حالة من فقدان التركيز وأحسست أن عقلي قد توقف عن العمل كنت واقفا في المسافة بين البابين المتقابلين أتأمل هذا الوجه الذي أصبح واضحا بشكل يبدو وكأنه طبيعي والعجيب أن شعاع الضوء الذي يرسم هذا الوجه كان ينفد من خلال جسدي بدون أن ينقطع أي نوع من الخدع البصرية هذا الذي يحدث؟ في أي عصر نحن؟ التفت فجأة في التجاه شعاع الضوء وكنت لا أزال أحمل في يدي هذا المفك توجهت بشكل مباشر إلى العين السحرية حيث مصدر الشعاع وبدأت في الطرق عليها بشكل هسيري وفي لحظة انكسر زجاج العين السحرية مع اختفاء الشعاع والوجه الظاهر على الباب المقابل ولكن لم تنتهي المفاجآت العين السحرية ينبعث منها دخان أحمر كثيف حتى أنه في أقل من دقيقة ملأ المكان بشكل تام لم أتحرك من الذهول والغريب أن هذا الدخان كان يشكل ضبابا ناعما له إحساس غريب عندما ينسدل على الوجه فهو طور غريب من حالة المادة لم أتصور وجوده من قبل يمكن أن نطلق عليه دخان ملموس إذا صح التعبير لم أعش من قبل حالة من الإثارة الممتزج بالنشوة مثل تلك اللحظة هذا الضباب الكثيف له تأثير لا يمكن وصفه أو تحليله حتى أنني قد شعرت بضيق شديد عندما انقشع فجأة ولكن لماذا انقشع؟ فقد كان يبدو أن هناك المزيد أصبحت الرؤية واضحة بشكل غير طبيعي وكأن الطباب قد أزال أي شوائب موجودة في الجو نظرت في الساعة لم تمضي أكثر من عشر دقائق منذ صعودي أمام الشقة تأكدت تماما الآن أنني أتعامل مع إحدى الظواهر الخارقة للطبيعة فما حدث الليلة لا يدع مجالا للشك في ذلك ولكن ما هي الخطوة التالية؟ كانت هذه الأفكار تدور في ذهني وأنا أوجه نظري نحو الباب الذي خرجت منه تلك الأطخن الكثيفة لم ألاحظ كيف ومتى حدث ذلك كان الباب يبدو مفسوحا أيمكن أن يكون قد حدث ذلك أثناء طرقي على العين السحرية؟ لكن الباب لم يكن ضعيفا لهذه الدرجة بحيث ينفتح من مثل هذه الطرقات هل يمكن أن تكون هواجسة رسمها عقل الباطن ليكمل بها هذا الموقف المثير؟ اقتربت بحضر نعم مفسوح لا مجال للشك وبقدر ما كانت الرؤية واضحة في الخارج فإن الظلام بالداخل كان دمسا رغم أني دفعت الباب بيدي لينفتح لأكثر من نصفه أصبحت في موقف يصعب علي فيه أن أفكر حتى في التراجع ومع إحساسي الذي تعدى مرحلة الخوف وإحساس يصعب وصفه دفعتني أقدامي لأخطو بخطوات ثقيلة نحو المجهول يحركها كم الإثارة والفضول الذي ازداد مع أحداث هذه الليلة تقدمت بخطوات بطيئة إلى مدخل الشقة بعد أن دفعت الباب برفق فانفتح على مصرعيه مصدرا صريرا عاليا نتيجة طول سنوات إغلاقه كانت الشقة بنفس الجانب الذي تقع فيه شقتنا بالدور السادس وهو ما جعلني مدركا للتخطيط العاملها لكن رغم ذلك فقد دفعني الظلام أن أتوقف بعد خطوات لأراجع نفسي هل أتقدم بعد هذه الأحداث الحافلة؟ وهل يمكن أن أتوقع في هذا الجو المظلم أن يكون لي رد فعل سريع؟ أمام ما يمكن أن يحدث من أحداث تالية متوقعة تذكرت وجود كشاف صغير بولاعة السجائل الموجودة بجيبي وكأنه طوق النجاة في بحر هائج تغيرت الرؤية تماما بعد تلك الإضاءة وإن كانت خافتة إلى أنها ساعدت على كشف الكثير من التفاصيل خطوت عدة خطوات لأعبر المدخل إلى الصالة الواسعة كان توقعي أن يكون المكان مكدسا بأثاث قديم فأنا لم أدخل هذه الشقة نهائيا لكن العكس كان صحيحا المكان فارغ تماما حوائط وأسقف وأرضيات فارغة لكن مع ضوء الكشاف وفي هذا الفراغ بدت بعض المشاهدات لي كرموس أو ربما هذا ما فسره عقلي في هذه الظروف الأرضية مبللة حتى أني أسمع صوت أقدامي وهي تتحرك في المياه لكن من قال إنها مياه فقد كانت تحمل رائحة غريبة أقرب ما تكون لخليط من التوابل أو العطور الشرقية لم أتوقف عن تلك الملاحظة وتقدمت خلال البهو المفتوح محركا كشاف الإضاءة في معظم الاتجاهات تسمرت قدماي فجأة وازدادت ضربات قلبي بشدة عندما وقع نظري من خلال شعاع الضوء الرفيع على تلك القاعدة الرخامية السوداء والتي تحمل تمثالا لنصف وجه امرأة مشقوق شقا طوليا يحمل كافة التفاصيل التي تجعلها تبدو كواقع ملموس لأي ناظر ومع شعاع الضوء الواقع عليها كدت أصرخ فزعا فقطرات حمراء تبدو كالدماء ما زالت تنسدل من هذا الوجه المشقوق على أجناب القاعدة الرخامية لتنزلق بعدها إلى الأرضية التي تكدس فيها حول القاعدة لتنزلق بعدها إلى الأرضية التي تكدس فيها حول القاعدة أكوام مبعثرة من أطقم مائدة فضية تبرق مع ضوء الكشاف وتتلون بنقاط الدماء الحمراء تحركت مع ضوء الكشاف في الممر المؤدي إلى حجرات النوم كان ممرا طويلا تقع في جوانبه حجرات مغلقة مع كثرة المفاجأة المتتالية لم أتمكن من استجماع شجاعة لمحاولة فتحها إلى أن الحجرة الأخيرة كانت تحمل أقصى ما يمكن أن تتحمله الأعصاب في هذا الموقف أصوات نعم كان ينبعث منها أصوات حوارات متداخلة لم أستطع رغم وضوحها أن أفسر أي شيء منها لكن المؤكد أنها أصوات نساء ورجال في أعمار مختلفة وفي مناقشة ساخنة ولكن بلغة عجيبة تشمل الكثير من التناهدات المتقررة نعم الآن أنا أتعامل مع أوصات غير آدمية هذا ما خطر بذهني بشكل مؤكد كنت أفكر في ذلك في نفس اللحظة التي امتدت فيها يدي لتفتح باب الحجرة أغمت عيني لوهلة انتظارا لمفاجأة مذهلة ما زلت أمسك بمقبض الباب وأنا أفتحه ربما كان ذلك كرد فعل تلقائي استعدادا لغلقه مرة أخرى بسرعة عند وجود خطر ما ولكنني تراجعت ما هذا التفكير السادش؟ فأنا لا أعرف ما أواجه بالتحديد هل تتساوى ردود الأفعال البشرية مع القدرات غير البشرية؟ لم أجد إجابة دفعت الباب بقوة الحجرة خالية تماما عادية جدا أرضيتها من الخشب الذي يطلق صريرا مخيفا أثناء السير عليه لكن لا أصوات لا أحد لا شيء لكن ما هذا؟ على الحائط المقابل للباب لوحة زيتية كبيرة لذلك الوجه الكريه الذي رسمه شعاع الضوء على باب الشق المقابلة ولكن من هذه التي بجانبه؟ نعم بدون شك هي فوجهها لا يمكن أن يخطئه أحد إنها سيدة المصعد أحسست بنقص مفاجئ للهواء بالغرفة وتمنيت أن تنتهي تلك الليلة بأحداثها كلها الآن نقص الهواء دفعني تلقائيا للتوجه إلى النافدة المغلقة لفتحها لربما قليل من الهواء قد يساعدني على التقاط أنفاسي أو لعله يغير تلك الأحداث المرعبة حاولت أن أفتح النافدة بشدة الطرق ولم أستطع كانت النافدة مكونة من النوافد الزجاجية والشيش الخشبي العادي خطر بذهن أن كسر جزء من الزجاج ظهر وراءه جزء مفقود من الشيش قد يساعد على دخول الهواء النقي وباستخدام نفس المفك الذي كسرت به العين السحرية إن كسر زجاج النافدة تماما كما توقعت وخلفه الجزء المحطم من الشيش وبالفعل تدفق الهواء بشكل مذهل في الغرفة وكأن طول فترة إغلاقها كان السبب الأساسي في قلة الأكسجين بها أحسست بالهدوء يتصرب إلى نفسي تدريجيا ولكن كيف تنتهي الأحداث في مثل هذا المكان فكل ما حدث لم يكن طبيعيا أو منطقيا اقتربت من الجزء المقصور من النافدة لأستنشق مزيدا من الهواء ومع اقتراب تبني إحساس غريب أن الهواء يحمل نسمة برود بحرية محملة برائحة يود البحر وهي رائحة لا يمكن أن تخطئها أي تحاسة شم دفعني الفطول أن ألقي نظرة على الشارع من خلال الجزء الخشبي المحطم كان الظلام غريبا وحالكا ورغم تأكد من موقع هذه النافدة والتي تطل بشكل مباشر على الشارع حيث تتوهج الإضاءة به طوال ساعات الليل لكن لا ظلام كامل ومع تركيزي بدأت تتضح الصورة بحيرة ضخمة مياه ساحل بحر ما هذا أن يمكن أن أكون في حلم نعم أحلم فلو لم أفكر أنني أحلم سوف أصاب حتما بالجنون استدرت بسرعة قاصدا باب الشقة بغرض أن أنصرف فورا بدون أن أترك الفضول يدفعني إلى حيث لا أعلم وعلى ضوء الكشاف الصغير الذي بدأ ضوءه يخفت نتيجة ضعف البطاريات توجهت لباب الشقة فكانت المفاجأة أن الباب مغلق ونتيجة توالي الأحداث لم أصب بقلق تعاملت مع الباب المغلق بهدوء حتى انفتح وقبل أن أخذ أي خطوة مغادرا المكان كانت الصدمة الكبرى نعم اجتمع كل ما عانيته تلك الليلة فشكل مفاجأة من العيار الثقيل لكن ربما ما حدث سابقا في تلك الليلة قد خفف قليلا من إمكانية نهيار من تلك الصدمة لم ألمح لأول وهلا عند فتح الباب الشقة المقابلة لم يكن هناك الممر الموجود بين البابين لم يكن هناك وجود للمسعد لم يكن المنزل نهائيا إنه مكان آخر تماما ممر حجري طويل لا تظهر نهايته يبدو كجزء من أنفاق حجرية طبيعية معلقات حائطية تصدر منها إضاءة خافتة تتراوح بين الإضاءة الطبيعية والصناعية سكون تام ماذا أفعل؟ فأنا في موقف لا أعرف كيفية الخلاص منه فالشقة مصدر اللعانات خلفي وأمام مجهول يبدو أنه يحمل من المفاجآة أكثر مما رأيته هذه الليلة وتمنيت بشدة أن ينتهي هذا الكابوس بأي شكل حاولت أن أعرف الوقت على ضوء الكشاف الذي كان بالكاد يطلق آخر شعاع من الضوء لا لا يمكن إنها السابعة كيف وقد وصلت الشقة بعد أن تركت الأصدقاء في الواحدة صباحا؟ أي عقل أن تكون تلك الدقائق التي قضيتها بالشقة هي ساعة بدوني أن أشعر أنا لم أمضي في هذا المكان أكثر من ساعة واحدة فقط على أقصى تقدير والساعة لم تتوقف أي سابعة هذه؟ صباحا أم مساءا؟ كلاهما غير مقبول نهائيا كنت في الخط الفاصل أتقدم أم أتراجع؟ أيهما الاختيار الصحيح؟ تمنيت أن أكون بحجرة الآن أقرأ رواية رومانسية أو أشاهد فيلما كوميديا ولكن منطقيا فإن أحدا لم يدفعني لأتواجد في هذا المكان قررت أن أتقدم في الممر الحجري على أمل أن يكون نوعا من الهلوسة البصرية تتضح عندما أخطو بداخله اقتنعت بهذا الخاطر فالعقل غالبا ما يذهب تلقائي للاقتناع بأي تفسير يناسب الموقف بدأت بخطوة بطيئة وأنا أحاول أستوعب هذا المكان الذي يجلب الرهبة للنفس بشكل تلقائي كانت التفاصيل التي ذكرتها لوصف المكان تتكرر بشكل متطابق مع استمرار سيري حتى أنك تشعر كأنها نسخة معادة تتكرر كل حوالي خمسة أو ستة أمتار لكن إلى متى؟ عندما توقفت لأنظر خلفي كان باب الشقة قد ابتعد بحيث لم يظهر منه سوى خيال بعيد هل ألتف وأرجع؟ ولكن لا انتهى هذا التفكير فليأتقدم وأنظر ما سوف يحدث بعد أكثر مما يقرب من عشر دقائق من السير بنفس المكان التفى الممر بشكل فجائي ليتغير تماما لكنه مزال ممرا حجريا بينما اختفت مصادر الإضاءة المعلقة على الأجناب وظهر بدلا منها ضوء طبيعي يتسرب من خلال طاقات دائرية مفتوحة على جانبي الممر كان طبيعيا ناقوم فورا بإلقاء نظرة فضول من خلال تلك الفتحات ومع أول فتحة قابلتها على الجانب الأيمن أخرج رأسي لأنظر ما هذا الوهم؟ يبدو أنني أسير في ممر حجري معلق على ارتفاع شاهق تطل الفتحة على بحر هائج من ارتفاع يكشف عرض البحر ولكن ماذا عن الجهة المقابلة؟ انتقلت سريعا لألقي نظرة من خلال الفتحة المقابلة وكأن أحدا يتعمد أن يصيبني بالجنون غابات وأشجار كثيفة ممتدة على مدى البصر كان نفس المشهد يتكرر في الفتحات المتقابلة طوال الممر يمينا البحر الهائج ويسارنا الغابات الممتدة حاولت بعد كل مجموعة من الفتحات أن أنظر لأحاول تميز أي علامات أو حتى ألمح أي شكل من أشكال الكائنات الحية لكن كأنها صورة متحركة تتكرر أخذت الإضاءة الطبيعية التي تنفد من الفتحات الموجودة بالممر تقل بشكل يبدو فيه أن الليل يحل متناسقا مع تقدمي لم يستغرق دخول الليل نفس الوقت الطبيعي الذي نعرفه من الصباح حتى المساء وكأن الزمن يتحرك بسرعة أكبر من الطبيعية مع بداية دخول الليل أصبحت البرودة عالية بشكل يصعب وصفه واقترنت هذه البرودة بمفاجأة جلبت حرارتها بعض الدفء في مواجهة إحساس السقيع الموجود نفس الأصوات التي سمعتها قبل فتح الغرفة بالشقة تتكرر ولكن هذه المرة كانت مقترنة بصدا غريب وكانت تقترب لا يمكن وصف ما كان يثير الرعب بكل ما يحيط به من مؤثرات أكثر من ذلك المكان في تلك اللحظة فأنا بعيد عن كل من تعاملت معهم من البشر لا وسيلة اتصال بأحد في ممر حجري مظلم وبرودة شديدة تنفد من فتحات جانبية أصوات غريبة تقترب وتتعالى زاد عليها امتزاجها على فترات بصوت صرخات حدة تثير الرعب بشكل يزيد عن الصرخات الطبيعية اقتربت أكثر وأكثر أضواء تبدو كنيران مشعلة ممتزج برائحة احتراق عضوية كل هذا مع خلفية الصرخات التي تتكرر بشكل يثير الظعر جعلتني الأحداث السابقة كما ذكرت أتعدى مرحلة الخوف لمرحلة أصح ما يطلق عليها اللامبالات فقد كنت متعجبا أن إحساسي في هذا الموقف كان بدرجة لا تتناسب نهائيا مع مثل هذا الهول ممر فرعي هو ما تصدر منه تلك الأصوات وتنبعث منه رائحة الحريق التي امتزجت فيه بأتخنة متساعدة الممر ضيق بالتدريج حتى ينتهي بما يشبه الشرفة الصغيرة وعند أول نظرة من تلك الشرفة كان هناك ما لا يخطر ببال بشر كانت الشرفة تطل على قاعة دائرية على ارتفاع يقارب العشرة أمتار أو أكثر قليلا ترص بشكل دائري على جوانبها أطياف هلامية بشكل بشري لكنها هواء ضخان أو ضباب لا أعلم ولا وقت لأفكر في هذا الموقف كنت واقف مستترا في مكان يبدو لي أو كما تخيلت مأمونا إلى حد ما كانت طقوس غريبة هي التي أشاهدها صرخات وهدير عال يعقبه تقدم واحد تلك الأطياف المصطفة بالجوانب بكامل إرادته إلى منتصف البهو تماما حيث رمز غريب مرسوم بالأرضية وفجأة وبدون سابق إنذار تشتعل به النيران وسط صرخات بقية الأطياف ودون أن يتحرك هو من مكانه جن أشباح أرواح شياطين كلها مرادفات لمخلوقات دائما ما أثارت الرعب في نفس الإنسان حتى من مجرد ذكر اسمها فما بالكم بالمواجهة قررت أن أخذ بقية التجربة كما تسير الأحداث فأنا في موقف لا أتحكم فيه فيما يجري ولا مجال هناك للتراجع وقفت لأراقبة تلك الكائنات الطيفية الغريبة وهي تقبل بكامل رغبتها على الانتحار حرقا بنيران غير معلومة المصدر وبصرخات لا أعرف إذا كانت ألما أم حماسا كانت التقوس تتكرر بشكل مستمر وأنا قابع في جانب تلك الشرفة لا أملك القدرة على اتخاذ أي رد فعل وأي رد فعل يمكن أن يتخذ في هذا الموقف ومع مثل تلك المخلوقات وفي اللحظات التي اقترب فيها تفكيري من مرحلة اليأس تقرر موقف سبق أن أصابني بالرعب وقت حدوثه بينما بدى الآن وكأنه مفاجأة صار اليد التي أحسست بها على كتفي وامتدت لتربط فوق رأسي أثناء العشاء مع الأصدقاء تكررت مرة أخرى بنفس الطريقة كنت متأكدا أنني لو التفت لوجدت في هذه المرة شيئا ما فلم يعد هناك ما يلزم إخفاؤه وأنا في عقر دارهم مع سرعة ضربات قلبي قررت أن ألتفت بشكل فجائي وليكن ما يكون التفت فجأة ولأول وهلة لم يكن هناك أحد سوى بقعة من ذلك المسحوق الأحمر مرة أخرى ولكن بكمية أكبر من ليلة العشاء ولكن لا شيء آخر ولا أحد مع مرور الثوان لاحظت طيفا بدأ يتكون بالتدريج أمامي نعم ملامحه تتضح ثم أصبح مشكلا بهاية إنسان وبالتدريج لم يصبح طيفا بل أصبح جسما بشريا ملموسا ثم كانت المفاجأة نعم إنها هي سيدة المصعد بثوب حريري أبيض وشعر ينسدل على أكتافها وتغمر المكان بذلك العطر المميز تعمدت أن تكون عيناها هي أول ما يقع نظري عليه فالعينان كثيرا ما تكشف خبايا تعجز الكلمات عن إصالها ولكن هل تنطبق تلك النظرية أيضا على تلك المخلوقات؟ وأنا ما زلت لا أعرف ماذا تريد وما هي نواياها وإن كان قد غمرني إحساس غريب بالألفة تجاهها اكتمل بتلك الابتسامة التي ارتسمت على وجهها والتي كانت منفد الراحة الوحيد الذي صادفته خلال تلك الساعات العصيبة الماضية كنت أقف في جانب الشرفة عندما مدت يدها برقة بالغة لتمسك بيدي لحظت بشكل عفوي أن هناك أصبعين من أصابع يدها مرتبطين من خلال خاتم يجمعهما معا ويحمل نقشا غريبا لم تكن لمسات يدها نوعا من السلوك الروماني كما تصورت أو كما يعرف الجنس البشري بل كانت وسيلة غريبة للحركة أحسست في لحظة أنني أتحرك بجانبها على وسادة هوائية بدون أن أقوم بأي حركة وقد ارتفعن عن الأرضية بضع سنتيمترات كنت منساقا تماما لأفعالها بدون القدرة على الاعتراض أو حتى الاستفسار كانت رائحة العطر المميز تملأني وتدفعني لحالة غريبة من الهدوء والانسجام بشكل يدعو للدهشة توقفت بعد عبور الممر الضيق والسدارت بشكل ناعم وكأنها تتحرك داخل المياه كانت المرة الثانية التي أسمع صوتا بعد الكلمات القليلة التي سمعتها منها ليلة المصعد لقد غامرت بالماجئ لعالمنا قالتها بلغة واضحة وبأسلوب منكسر كما أحسس ولكني ما زلت أشك في تلك الافتراضات فأنا في بعد آخر وما زلت لا أعلم إن كان ما ينطبق ويكون منطقيا في عالمنا هو بالضرورة كذلك لديهم كانت أكثر الأسئلة إلحاحا هي من طلقت بشكل مباشر ومتتال مع أول رد لي من أنت وإين أنا؟ لم تفكر كثيرا جاءت إجابتها مركزة وحاسمة وبأسلوب اهتمام بالغ اسمي شنجالعم عندنا الأسماء لا تتكرر باستثناء المقطع لان فقط والذي يتكرر مع كل الأسماء في المملكة انطلقت مستفسرا أي مملكة؟ أجابت بودوء المملكة التي غامرت للمجيء إليها مملكة الجانالام أكملت شنجالام والدي هو الجنهال الأكبر وهو ما يقابل عندكم الكاهن الأكبر أو من في مرتبته أما أنا فأقوم بالتدريس في المدرسة الجنشرية وهي مدرسة تختص بتدريس علوم وحياتي وتصرفات البشر وهي مدرسة تختص بتدريس علومي وحياتي وتصرفات البشر إننا مملكة ضيفية مسالمة تدعى لهم تطلقنا أنتم علينا يا عالم البشر الجان نعيش معكم حياة مقاربة تماما لحياتكم وموازية لها لكن في بعد آخر ما زالت علومكم الإنسانية لم تستوعبه بعد وهو ببساطة خليط مركب من الزمان والمكان تذكرت لوهلة ما حدث معي من التباس في الوقت عند دخول الشقة وإحساس النهار والليل السريع الذي صادفته بالممر الحجري ولكن ماذا عن تلك الأطياف التي تندفع لتحترق فجأة؟ تجهم وجهها قليلا ثم أجابت إنهم فئة المغضوب عليهم والمعاقبين يحبسون في تلك الممرات حتى يحترق ذاتيا وهو ما مررت به أثناء قدومك شنجالام قلتها تلقائيا بدون أي تحفظات هناك عشرات الأسئلة بذهني ابتسمت ابتسامتها الرقيقة الغامضة انتظر ففي مملكة الجنالام ستعرف الكثير